اشتركوا في القناة وتتبع الخطوات التي سأقوم بها والآن نلتقل إلى الموقع بيكساباي المشهور هذا الموقع يتيح لنا مجموعة من الصور المجانية ودون حقوق الملكية نكتب أنيمالز ثم نختار صورة التي نريد أن نفرغها من الألوان ومن الأحسن أن لا تكون صور ذات ألوان كثيرة أو صور معقدة فمثلا سنختار هذه الصورة أمامكم لهذا الفأر نقوم بتحميلها بهذه الصيغة SVG Image Victoria لأن هذا الموقع يتعامل مع هذه الصور أحسن ولأن شرحنا يعتمد على هذه النوعية من الصور ثم الآن ندب إلى الموقع هو هذا الموقع Gravity Designer ثم نقوم بفتح الصورة التي نريد بهذا الشكل هاي الآن أقوم بعمل زوم للصورة حتى تتضح لنا هكذا إخواني والآن أقوم بتنشيط الصورة بكاملها بهذا الشكل ثم أذهب إلى هذا الاختيار ثم أضع اللو الأبيض فتظهر لنا الصورة بهذا الشكل ثم أقوم بتحديدها مرة ثانية ثم أأتي إلى بغدير وأختار هذا الاختيار الاختيار الأول وهذه الصورة واضحة ويمكنكم كذلك التعديل على الحواف أو لون الحافة هل تريدون أن تكون الحافة يعني أن يكون سميك أو يكون عادي ثم نختار خلفية بيضاء حتى تتضح لنا الصورة بشكل واضح أكثر وهذه الصورة سهلة جدا وبخطوطين فقط وقبل النهاية أريد منكم إخواني أن تضعوا نوعية الدروس أو نوعية الأشياء التي تريدون أن نقوم بشرحها في قابل الفيديوهات في التعليق أسفل وأي تساؤل كان لديك أخي الكريم ضعه في التعليق فصوف أجيب عليه في أقرب وقت ممكن ولا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك الجديد دائما ثم مشاركة الفيديو مع الأصدقاء وإلى اللقاء إخواني كرام